الطريق بين واشنطن والرياض يبدو مزدحبا وفي كلا الاتجاهين ديبلوماسيون وأمنيون ومسؤولون كبار إذا نقلون بين البلدين محملين بالملفات الأكثر تعقيدا في العلاقات الأمريكية السعودية وقد ارتفعت وطيرة هذه التحركات بعد الأنباء عن لقاء أول بين بايدن الرئيس وولي العاد السعودية الشهر المقبل في مكان ما في الشرق الأوسط وفي أول جولة الرئيس الأمريكي في المنطقة منذ توليه مقاليد البيت الأبيض في أواسط الشهر الفائد كان مدير المخابرات المركزية في زيارة سرية للمملكة اجتمع بولي عهدها وحاكمها القوي ووصفت نتائجها بالإيجابية وفائقة الأهمية بعدها بأسابيع فرش البساط الأحمر لشقيق ولي العهد ونائبه في وزارة الدفاع حيث التقى بكل من أمكنه الالتقاء بهم من كبار أركان الإدارة والبنتاجون والسي اي اي والخارجية والأمن القومي وطول الأشهر الخمسة الفائتة يقال أن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشق الأوسط بريك ماركورد ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموز غوشتين قام بخمس زيارات للرياض آخرها منذ أيام أما الحديث دائما فلا يتخطى ثلاثية النفط والصين وروسيا مع مرور خجون على ملف حقوق الإنسان في المقابل تبدو المملكة في وضع أفضل بما كانت عليه قبل عام أو عامين اقتصاديا ما الارتفاع أسعار النفط خزائنها بفوائد لم تعرفها منذ أزداد من عقد من الزمن ونتجها المحلي الإجمالي المقدر للسنة الحالية قد يتجاوز تريليون دولار لأول مرة سياسيا تتمعت تاع المملكة بعلاقات وطيضة مع كل من روسيا والصين وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وانجزت مصالحة خالجية وعلاقتها مع تركيا تجهد انطلاقة جديدة بعد الزيارة الاعتذارية التي قام بها رجل طيب إردوغان للمملكة وحوارها حتى مع جارتها اللدودة يشهد تقدما وإن كان غير كاف حتى الآن كما قال وزير خارجيتها فيصل بن فرحان داخليا يفاخر محمد بن سلمان بأنه أنجز ثورة ثقافية موصوفة ونقل المملكة من غيابة الوهابية إلى فضاء الترفيء والانفتاح كل ذلك في غياب أي معارضة جدية أو تهديد ذي مغزى بل يمكن القول وسط تأييد واسع من أوساط الأجيال الشابة يحرص ولي العهد على استعراضه أمام مزائريه وآخرهم وفد الكونغرس ومراكز أبحاث أمريكية الأسبوع الفائت في مثل هذه المناخات تتكثف الاتصالات لاختيار الزمان الأنسب لعقد أول اللقاء منتظر والأهم اختيار مكانه فالأمر هنا ينطوع على دلالات سياسية ومعنوية فائقة الأهمية من حيث الزمان يبدو الجانبان في عجلة من أمرهما إن حصل لقاء بايدن بمحمد بن سلمان في المملكة بوجود الملك أو غيابه سيكون جاوب بايدن قد قدم الاعتدار للمملكة مرتين الأولى في العام 2014 عندما كان نائبا للرئيس عن تصريحات اتهم فيها الرياض والثانية بعدما صار رئيسا عن تصريحات وصف فيها المملكة بالمنبوذة إن تمت الزيارة ستكون المملكة قد سجلت فوزا ديبلوماسيا كبيرا في علاقتها الدولية لكن التحدي الكبير الذي تطلع المراقبون لمعرفة كيفية تعامل الرياض معه إنما تجل في انعكاسات قمة محتملة على علاقاتها بكل من الصين وروسيا وحالة سوق النفط والطاقة المستقبلية ومستقبل أوبك بلوس واشنطن ستظل تعمل حتى الدقيقة الأخيرة لتعظيم الثمن الذي ستحصل عليه من المملكة التي كالمصارات مجتمعة لكن محللين يرون أن السعودية لديها من الأوراق ما يمكنها من تقليصه لأبعد حد وثمت في مراكز صنع القرار السياسي من يراهن على عودة الجمهوريين أو الترمبيين إلى سدة الأغلبية في الكونغرس قبل نهاية العام والمكتب البيضاوي بعد عام أو أزيد قليلا وإلى أن يتساعد الدخان الأبيض للمداخل الاتصالات المكثفة والمصورات الحثيثة خلف الأبواب المغلقة فإن تقديراتنا ستبقى في دائرة التكاهنات بينما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإصلاح علاقتها مع دول الخليج وتحديدا مع السعودية وباتت الرغبة في تحسين العلاقات أكثر الحاحن تعمل روسيا من جهتها على توطيذ علاقتها مع العواصم الخليجية باتجاه مزيد من الشراكات المستقبلية ومنذ أكثر من شهرين تحاول ولايات المتحدة ودول غربية أخرى إقناع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والإمارات بزيادة الإنتاج لتعويض الفاقد المحتمل في الإمدادات الروسية دول جدوى حتى الآن بالتزامن مع تنسيق مشترك تشهده المنطقة وتحديدا بين روسيا من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى في عدد من الملفات والتي تقوم على مبدأ التعاون والتنسيق في الملفات كافة ومع حديث متساعد عن اقتراب زيارة محتملة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية أواخر يونيو القادم جاء الحديث عن زيارة وشيكة غير مقررة سابخا لوزير خارجة روسيا إلى الرياض والمنامة ما يطرح تساؤلات عما تريده روسيا من دول الخليج في خطوة غير معد لها مسبقا أعلى موزير الخارجة الروسي سيرجي لفروف اتزامه إجراء زيارة للمملكة العربية السعودية والبحرين يوم الواحد والثلاث من مايو الجاري وذلك بعد أسبوعين من زيارته سلطنة عمان وفي السادس عشر من أبريل الماضي أكد ولي العاد السعودي محمد بن سلمان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مساندة الرياض الجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا وتحقق الأمن والاستقرار بحسب وكالة واص وذكرت الوكالات آنذاك أن محمد بن سلمان تلقى اتصال من بوتين تبحث خلاله حول العلاقة الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات يذكر أن ولي العاد السعودي أعلن في وقت سابق دعم المملكة كل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة واستعدادها لبدل الجهود الوساطة بين كل الأطراف هذه التصريحات جاءت بعد نحو أسبوعين من زيارة أجراها لفروف سلطنة عمان لمدة يوم واحد حيث انتقى السلطن هيثم بن طارق ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فاذ بن محمود السعيد ووزير الخارجي تبادر البسعيدي ويبدو أن الخطوة هذه جاءت بالتزامن مع أخبار تنقلتها وسائل إعلام أمريكية حيث تشير إلى زيارة وشيكة للرئيس الأمريكي إلى السعودية وخير شهر يونيو المقبل للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العادي الأمير محمد بن سلمان ومن أبرز تلك المعلومات ما نقلت وقالت برونبورغ عن مصادع أن الرئيس الأمريكي قد يلتقي ولي العهد السعودي وذلك على ما يبدو لإنهاء التوتر المتصاعد بين البلدين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا أو أخير فبراير الماضي ونقلت أيضا عن مسؤول في البيت الأبيض أن بايدن قد يزور الشرق الأوسط لحضور قمة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض خلال يونيو المقبل هذه المعلومات صحبتها خطوات مكثبة من البيت الأبيض الذي أكد في السادس العشر من مايو 2022 قيام مسؤولين أمريكيين بزيارة للسعودية مشيرا إلى أنهم يبحث مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية ويرى الباحث المختص بالشأن الأوروبي حسن شاكل أن تزامن زيارة لفروفر الخليج مع التحركات الأمريكية خصوصا مع الرياض أمر لافت للانتباه ومحاولة لشد المواقف الخليجية عموما والسعودية خصوصا بعيدا عن التجاوب بمع ما تريده واشنطن من العواصم الخليجية في هذه المرحلة ويشير إلى أن الأمر يتعلق بمسألة اتصالات الأمريكية والروسية من جانب الآخر مع السعودية ودوان خليجية أخرى موضحا أن واشنطن تضغط على السعودية للخروج من اتفاق أوبك بلاس الذي تبدو الرياض تمسكا كبيرا به إضافة إلى سعار النفط والطاقة في السوق العالمية أيضا ترجمة نانسي قنقر